اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ان هناك ما كان يصبح ويعرف انذاك بالحوار الاستراتيجي بين حكومة السيد مصطفى الكاظمي السابقة والولايات المتحدة الامريكية كان يفترض ان يفضي الى انسحاب القوات الامريكية من العراق طبعا عندما نقول انسحاب القوات الامريكية فطبعا نعني بذلك كل القوات الامريكية او القوات الاجنبية وقوات الناتو ما يسمى بقوات التحالف الدولي لمحاربة الداعش التي هي بقيادة الولايات المتحدة الامريكية والمعروف ايضا ان الولايات المتحدة الامريكية هي التي تقود هذه القوات نعم توجد قوات اخرى مثل القوات التركية موجودة في العراق في شمال العراقي تحديدا فانسحاب هذه القوات تحديدا القوات الامريكية لانها تشكل الثقل الاعظم للقوات الاجنبية في العراق ولانها تتحكم بالاجواء وتتحكم بالكثير من المفاصل الحياتية في العراق ولاحظنا تأثيرها السلبي الواضح جدا عندما تم اختيال قادة النصر في العام 2020 وطبعا قادة النصر وطبعا هناك ايضا عمليات اخرى عمليات اختيال عمليات تعرض لعناصر قادة من الحجد الشعبي تعرض لشرطة الاتحادية وهذه من الجرائم التي ارتكبتها القوات الامريكية على مر العشرين سنة الماضية منذ الغزو الامريكي للعراق الغزو الانجلو امريكي التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة والذي كان يفتقد إلى قرار واضح من مجلس الامن الدولي والذي تم رغم كل ما قيل من مزاعم بكذبة مع اننا لا نبرأ النظام السابق في الموضوع حيازته لأسلحة الدمار الشامل على ايتي حال انسحاب القوات الامريكية اذا تم وهذه الجرائم اذا نحصيها خلال العشرين سنة الماضية بالتأكيد سيشعر العراقيون ان انسحاب القوات الامريكية يعني لمصلحتهم على الاطلاق سيكون ذلك الامر وسيكون بالتأكيد هو بداية للاستقرار فاذا تم هذا الانسحاب من العراق بشكل كامل هناك اعتقد سيكون عيدا وطنيا لو اكتمل طبعا كما قلنا بشكل نهائي وشمل المستشارين والمدربين اضافة الى القوات القتالية لكن السعي الى استقرار العراق لن ينتهي عند هذا الحد ويجب على السياسيين العراقيين والمسؤولين الامريكيين الذين يزعمون انهم يدعمون العراق ويؤيدون التنمية الاقتصادية الان يتحدثون عن تنمية اقتصادية في المرحلة الجديدة التي تم تتشينها من الحوار الاستراتيجي فيجب ان يقدمون كلاهما المسؤولون والامريكيون والعراقيون كل الدعم للقوات الامنية العراقية وتشجيحها وتقويتها لكي يهيئوا الارضية لكي يقف العراق على قدمه اعود الى الحوار الاستراتيجي الذي جرى في عهد السيد مصطفى الكاظمي كنا نقول انه كان يجب ان يفضي الى انسحاب القوات الامريكية القتالية لكنه غلف بكذبة كبيرة كالكذبات الامريكية السابقة انا قلت لكم في الحلقة السابقة نقلا عن وزير الدفاع الامريكي الاسبق كريستوفر ميلر الذي وصف الولايات المتحدة الامريكية وتحديدا المجمع الصناعي العسكري الامريكي بامبراطورية الكذب فعلى هذا النسق الكذب الامريكي قالوا انه تم تحويل القوات الامريكية القتالية الى قوات مستشارين ومدربين وبعد ذلك تبين وباعتراف الامريكيين انفسهم ان هذا الامر لم يكن الا فقط على الورقي وبقيت القوات الامريكية موجودة ومو بس موجودة تتمدد لان انا ذاك قائد القوات الامريكية القيادة الامريكية الوسطى السينت كوم عندما تحدث عن انسحاب القوات الامريكية قال انها باقية باقية لكنها غيرت فقط اليونيفورم وغيرت المهام على الورق فقط كما تقول البنتاجون ايضا وانها ستزداد بطلب من الحكومة العراقية طبعا يعني يقصد حكومة السيد مصطفى الكاظمي احنا الان خلال هاي الفترة الماضية يعني بعد ان نجح العراق في عبور ازمة الانتخابات وما كان يعرف او يسمى بالانسداد السياسي نجح العراقيون انفسهم هم بدون تدخل خارجي على اجبار القوى الخارجية للرضوخ بنتائج الانتخابات التي كانت قد شهدت تزويرا وتلاعبا وبنتائج العملية السياسية التي افضت الى تشكيل ما كان يعرف بالثلث الضامن الذي عرقل ايجاد حكومة اقصاء فضمن للعراق من ان يقع في مفردة ما كانوا يروجون له مما يسمى بالاختتال الداخلي والشيعي الشيعي الحمد لله العراقيون استطاعوا ان يتجاوزوا هذه المهمة واسسوا وشكلوا حكومة كاملة الصلاحيات لكن يعني يفترض ايضا بحكومة بالحكومة كاملة الصلاحيات ان تقوم بتفعيل قرار البرلمان الصادر في العشرين من كانون عفوا في الخامس من كانون الثاني عشرين عشرين والذي افضى او امر او قضى بخروج القوات الاجنبية وعلى رأسيها القوات الامريكية من العراق كان يفترض ان يحصل مثل ذلك لكن الولايات المتحدة الامريكية وما تقعد راحة اجت واشتغلت على خط ايجاد الازمات وافتعلت كما لاحظتم الكثير من الازمات لكي تقول نحن موجودون بالفعل من هذه الازمات كما تلاحظون ازمة الدولار ازمة الدولار وهي ازمة سياسية بامتياز غلافها اقتصادي وارادت ايضا ان تستفيد من العودة مرة اخرى الى ما كان يعرف بمظاهرات تشرين 2019 وهذه ايضا تقريبا استنفذت اغراضها بالنسبة اليهم بس الوحون بها بين الفترة والاخرى لذلك يريدون ان يقولوا نحن نستطيع ان نؤخر العراق من ان يقف على قدميه بالنسبة للولايات المتحدة الامريكية ان يقف العراق على قدميه خذوها جملة واضحة وصريحة لا يريح ذلك الادارات الامريكية المتعاقبة لا يريح ذلك الولايات المتحدة الامريكية خاصة هذه الادارة الامريكية الديمقراطية هل ستقول لي شلون أقول لك لأن هذه الهارة الديمقراطية هي التي شهدت بس تترك الوعود الأمريكان يعدون دائما قبل الرؤساء الأمريكان في الحملات الانتخابية يعدون تترك وعود بارك أوباما بأنه سيسحب قواته من العراق عندما يصبح رئيسا أصبح رئيسا حاول أن يعرق لكنه أجبر على سحب قواته من العراق في أواخر 2011 خب نائبة منه كان جو باين فمن الواضح أن هذه الإدارة تعتبر فشلها في العراق هو التحدي الأكبر بعد سلسلة إخفاقاتها في المنطقة والعالم تعرفون جيدا أن الانسحاب الأمريكي المهين والمذل والذليل بالنسبة لهم من أفغانستان في أغسطس 2021 كان ضربة كبيرة هزت هيبة الولايات المتحدة الأمريكية وأضعفت قدراتها على المناورة في مناطق نزاع أخرى وهذا لاحظت في أوكرانيا لاحظت حتى مع الحلفاء في المملكة العربية السعودية من هنا زادت تركيز الأمريكي وزادت تركيز هذه الإدارة الأمريكية الحالية على العراق وبين فترة وفترة يتحدثون عن إمكانية صعود تنظيم داعش الإرهابي وأهمية وجود القوات الأمريكية لمحاربة هذا التنظيم الإرهابي لكن الواضح تماما والذي تأكد تماما أن القوى التي شكلت الإطار التنسيقي وخصوصا القوى المقاومة والأحزاب السياسية التي ساهمت مساهمة كبيرة في إخراج القوات الأمريكية عام 2011 أو آخر 2011 وأيضا في إسقاط دولة داعش الإرهابية الآن تؤكد بما لا يقبل الشيك وكذلك طبعا فعل السيد محمد الشيع السوداني مؤخرا يؤكدون بما لا يقبل الشيك بأن القوات الأمريكية العراقية عفوا قادرة على مواجهة أي تحدي داخلي فيما يتعلق بتنظيم داعش الإرهابي وأن هذا التنظيم انتهى أكو خلايا هنا وهناك هذه الخلايا لا تستطيع بعد لا يمكن طوية صفحة دولة داعش الإرهابية لا يمكن أن تعود هذه المنظمة الإرهابية وهذه الجماعة الإرهابية من جديد فمن هذا الباب يجب على الإدارة الأمريكية ويجب أن تفضي المفاوضات مع الإدارة الأمريكية إلى هذا الباب إلى أنه خروج القوات يعني الكثير بالنسبة للعراقين حتى في قضية ما يسمى ب نزع سلاح الفصائل أو حصر السلاح بيد الدولة أنت عندما لا تبقي ذريعة للجهات المخلصة والجهات الإرهابية لحمل السلاح خارج إطار الدولة يعني هذا العذر الذي يتحججون به كثيرا في مسائل عديدة فعندما تسحب القوات الأمريكية وباقي القوات من العراق ولا يصبح على أرض العراقي جندي خارجي فأنت تسحب الذراء من هذه الفصائل والكثير منها منخرط أنا أتحدث عن فصائل المقاومة المخلصة منخرط في العملية السياسية فمن هذا الباب بالتأكيد انسحاب القوات الأمريكية سيؤدي إلى الاستقرار المؤدي إلى تنمية اقتصادية مستدامة ويسحب البساط من كل أولئك الذين يتحدثون عن ما يسمى بالسلاح خارج إطار الدولة ابقوا معنا المصالح الاستراتيجية العربية تكمن في دعم إيران للقضية الفلسطينية لكن لماذا يعادي بعض الفلسطينيين إيران؟ بل لماذا يعادي بعض العرب إيران؟ وأقصد هنا الدول العربية التي انخرطت في معاهدات التطبيع مع الكيان الصهيوني طبعا لا أقصد كلها لأن بعضها يعني يحاول أن يتقرب الآن من إيران حتى مصر على سبيل المثال التي هي كانت أوائل الدول التي وقعت على اتفاقيات الذل مع الكيان الصهيوني اللقيت في عهد أنور السادات الآن ترفض الانخراط في أي مشروع لمعادات إيران ومواجهة إيران والدخول مع إيران في حرب رفضوا الانضمام إلى مشروع النيتو العربي كما تلاحظون بل حتى دول في المنطقة في منطقتنا ممن وقعت اتفاقات أبراهام صحيح لديها نوايا سيئة صحيح ثبتة العراق أيضا أنها منخلطة في أعمال عدائية ضد العملية السياسية من جهة في إيران وضد الجمهورية الإسلامية من جهة أخرى وعموما ضد محور المقاومة كما لاحظنا في اليمن على سبيل المثال في لبنان في سوريا انخراط هذه الدول في سوريا ضد الدولة السورية خلال الفترة فترة الحرب العالمية التي شنها الإرهاب العالمي بدعم من الغربي ومن دول في المنطقة ضد الدولة السورية نلاحظ أيضا الآن هي تريد أن تقترب من إيران بس أكون ملاحظة دائما أنا أشوفها يعني تحويل البوصلة من 1979 يعني بعد انتصار الثورة الإسلامية في فبراير رحتفلنا قبل أيام بذكراها الرابعة والأربعين 79 لاحظنا بدأت البوصلة تتجه بوصلة العداء عداء بعض الأنظمة العربية وحتى بعض أفكار يعني بعض الرأي العام العربي بل هناك بعض الفلسطينيين يعني من تشوفها في بعض المناظرات التلفزيونية مثلا تشوف واحد يدافع عن إيران وعن موقفها من القضية الفلسطينية ويجيبون لك فلسطيني يعادي إيران ويزعم أنه أيضا يعادي الكيانة الصهيونية يحط العالم الفلسطيني خلفه ومن يتحدث عن الكيانة الصهيونية يقول دولة إسرائيل ومن يتحدث عن إيران يقول النظام الإيراني بعدين من تحرجه في زاوية حرجه يقول إيه والدولة إسرائيل كلها غير مشروعة وبعدين تزول لكن هذه الآن معركتنا مع إيران طيب يعني حطها فكر بيها بالعقل أنت شون معركتك مع إيران مو هي إسرائيل هذا الكيانة الصهيونية اللقيط هي تتحدث أن معركتها الأساسية هي إيران تركوا حوار المقاومة مع محوار المقاومة مع أي واحد يعادي تطلعاتهم للامتداد من النيل إلى الفرات هذا المشروع الصهيوني الكبير لكن هذا الكيانة الصهيونية يعتبر على رأس أولوياته هو معادات إيران وهذا بن يامين نتنياهو يصرح علىنا يقول أنا أهم هدف عندي إيران ومن يريد يروح للأيباك ويجمع الأموال من الأيباك ولدعم هذا الكيان الصهيوني اللي يعاني من هزات داخلية وضعف مجتمعي كبير ومن خوف من أن لا يصل إلى سن الثمانين أيضا يتحدث عن إيران ما عندهم غير الاستعداء لإيران إيران هي العدو فيجب أن نقف ضدها أسأل أنت تجي وتتبرر عدائك لإيران وصهيونيتك العربية وأنك تعمل لهذا الكيان بالتأكيد تعمل لهذا الكيان شنو يعني؟ هم لا يربيهم الكيان يقول لي احكي عليه احكي عليه إسرائيل بس كون تضعف الهمة العربية وتشكك الرأي العام العربي بنوايا إيران بينما إسرائيل يقول عدو رئيسي هو إيران بس هذا نتنياهو العائد يقول الله نتنياهو يكذب على أرض الواقع أكو تحالفات يشونه يكذب على أرض الواقع أكو تحالفات أكو صواريخ أكو طائرات مسيرة أكو اغتيال لعلماء نوويين يجي كل دوائر الاستخبارات الصهيونية تعترف بأن هؤلاء قتلوا هذه العمليات هي مستمرة لإضعاف الجمهورية الإسلامية في داخل إيران وأنا نقلت لكم هنا في هذا البرنامج عن مدراء مسؤولين مدير المعهد الإسرائيلي للأمن القوم الإسرائيلي مستشارين أمنيين كبار في داخل فلسطين المحتلة يعطوك يضطون إلى الكيان الصهيوني وإلى حتى ما يسمى بالمعارضة في دافي المعارضة الإيرانية في الخارج شلون تتحرك لإسقاط النظام من الداخل نظام الجمهورية الإسلامية وتقول لي يا الله إسرائيل يتكذب إسرائيل يتكذب وزيرهاي مراكز الموساد المنتشرة هنا وهناك واعترافات لا تستطيع أن تخفي الشمس بغربال وتخفي عمالتك لهذا الكيان أنت الفلسطيني الفلسطينيون أنفسهم المقاوم هذه حركة حماس على سبيل المثال تختلف أيديولوجيا 180 درجة مع إيران ولاحظتم هذا الخلاف ظهر بوضوح في موضوع سوريا وقفت حماس إلى جانب المنظمات التكثيرية بزعم والله نحن نقف مع الشعب السوري الشعب السوري بالمناسبة كله مع دولته بس وقفوا لأسباب طائفية وهذه الأسباب الطائفية أيضا أخذتهم لأن 90% من الجيش السوري هو سني ولأن حماس سنية وإيران دعمتها بالمناسبة وقالوها علنا قالوها علنا قالوا إيران قدمت لنا الدعم اللوجيستي العسكري المالي بدون شرط وشروط أبدا روح وشوفوا تصريحات السنوار وهذه السنوار وهي تكذب المية تكذب الغطاس أنا أقول ليش هؤلاء تعطوهم أظن أصلا مجال في الفضاء الإلكتروني يجون ينشرون هذه الأكاذيب عن إيران استعداء إيران هو بالتأكيد يصب في خانة الكهان الصهيوني شئت أم أبيت وهذا يفسر للكثيرين من أنثالنا أن نقف مع إيران عندما نرى العدو منه شوف سهام العدو من وين انطلقت سهام العدو هاي بالطائرات المسيرة الأخيرة هاي العملية الفاشلة التي راحت على سماء صفهان وصفهان وين لأنه فيها مجمع صناعي عسكري تابع لوزارة الدفاع استهدفوها عملية فاشلة بس من وين انطلقت هذه الطائرات من وين اجت الأجزاء وتجمعت في الداخل شنو دور الموساد جبهتان واضحتان وحتى الكثير من الأخوة العرب والأخوات العرب وفي العراق أيضا الكثير منهم لا أريد أن أظلم لا أقول الكثير يلا أقول يعني يدعمون إيران البعض منهم على استحياء يا بليش مثلا إيران عدى خلافات مع الدول العربية في هذه الخلافات مع الدول إيران تحتل الجزر الثلاث مقولة من المقولات هو نزاع خلاف بين إيران ودولة الإمارات حول الجزر الثلاث كم من نزاع حدودي بين الدول العربية نفسها والخليجية تحديدا وبين الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبية قال أكون نزاعات وخلافات السعودية والكويت عندهم مشكلة حدودية الإمارات وأمان تدرون البحرين وقطر وهذا خلاف بس أنا أجي أجد لي مبرر حتى أعادي إيران أجد مبررات واهية ومعظم هذه المبررات الواهية يجري تضخيمها من قبل الصهيونية نفسه والعدو الصهيوني نفسه حتى يقع الإيرانيين مع العرب وحتى يفصل القضية الفلسطينية عن محيطها الإسلامي وظلوا يروجون هي مقولة قديمة لفكرة الإسلام العربي العروبي الحضن العربي هاية شفتوا نتائجها باحتلال العراق وداعش والإرهابي هذا الحض العربي حسن بدأوا يعيدون من جديد نغمة الإسلام والعربي شلون إسلام عربي قل لي الله مو ما أرسلناك الكافة للناس مو الإسلام يعني هو يريد يخرج إيران من الإسلام ومجوس وما مجوس هاي الاتهامات هذا تكفير هذا يبرر عمليات القتل والتكفير ويخرج تركي اللي هي تدعم أمثالها وباكستان والهند تعرف أنت بس بالهند 200 مليون مسلم مئات ملايين المسلمين بإندونسيا وماليزيا وباكستان الإسلام عربي شون الإسلام عربي لأن القرآن عربي ولأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جده إسماعيل تحدث العربية بينما جده إبراهيم كان آراميا فأنت تجي أنا ما أريد أدخل بتفاصيل الأمور لكن ليش هاي القيود ليش الإسلام عربي العراق عربي زين الأكراد شلون وانت جاي تطي مبرر للأخوة الأكراد حتى ينفصلوا يقول لك العراق عربي أنا شو علاقتي لا لا أكو أشياء كثيرة لكن تأكدوا أحبائي أن المصالح الاستراتيجية للدول العربية حتى الأنظمة حتى هاي الأنظمة التي انخرطت في معاهدات واتفاقات أبراهام أم أكو فرصة للعودة لأن مصالحكم هي بدعم إيران للقضية الفلسطينية لأن تدعم القضية الفلسطينية تضعف هذا الكيان وتقصر من عمره لأن هذا الكيان قائم على الأرهاب وعلى الجريمة وعلى دق أسافين وبعدين يأخذ الغارات الأقتصاد أول مرة يستعمرك وبعدين يجي يفتتك ويستعمرك اقتصاديا وبعد هذا الاستعمار له أشكال مختلفة ابقوا معنا مؤتمر ميونيخ للأمن لم يكن للأمن بل لمصلحة دعاة الحروب وللصقور وللتأثير على الجمهور عقد في ميونيخ في ألمانيا مؤتمر وهذا المؤتمر يعني ليس جديدا في نسخته الجديدة استبعدت منه روسيا وإيران وأثير جدل حول هذا المؤتمر يعني ليش استبعدت إيران وليش استبعدت روسيا أولا لازم تعرف أنت شنو هذا المؤتمر ولماذا يركز على الجمهور ومن هم الشركاء والرعاة حتى لاك الوقت تفهم أهداف هذا المؤتمر ومن أمثال هذا المؤتمر وماذا يريد هذا المؤتمر مؤتمر ميونيخ أحبائي للأمن على مر السنين كان يركز عندما أسسف منذ البداية في فترة الحرب الباردة على إسقاط وإضعاف أول مرة الاتحاد السوفيتي السابق والكتلة الشرقية أصلاً هو أنشئ هذا المؤتمر مؤتمراً ظاهره دولي لكن في المقام الأول كان يركز على الاتحاد السوفيتي السابق في خريف عام 1963 اجتمعوا في مدينة في ألمانيا في فندق في ألمانيا هذا الفندق اسمه بايريشير هوف وضع على مدى السنوات هو معقل لهذا الاجتماع من النواحي الكثيرة لم يتغير هدف هذا المؤتمر أو الهداف التي أسست من أجله نعم هو يعتبر مؤتمر مهم جداً لوضعي السياسات والخبراء لإجراء مناقشات مفتوحة وبناء وبناء بالنسبة للدول التي تشارك قائمة على القضايا الأمنية والقضايا الاقتصادية الأكثر الحاحن لكن الهدف الأساسي هو أصلاً تقدر تتعبر عنه عائلة مصغرة أطلسية يعني هو مؤتمر حلف الناتو العسكري بس بطريقة يشارك فيها سياسيون وصحفيون ومفكرون وطبعاً شيء من الجمهور عندما انتهت الحرب الباردة توسع هدف المؤتمر قليلاً للسيطرة على الأماكن الأخرى من العالم التي كانت تحت سيطرة أو تحت تأثير الاتحاد السوفيتي السابق نجي للسنوات الأخيرة هذه ما يسمى بالثورات العربية التي كانت تقف كلفها الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبية ركز هذا المؤتمر على دعم ما سمي بالانتفاضات العربية لإسقاط الأنظمة أو إضعاف الأنظمة التي لا تزال تفكر بالقضية الفلسطينية وكما قلنا في المحور الثاني أيضا التركيز على إيجاد فجوات وعداء ما بين الشارع العربي تحديدا والأنظمة العربية تحديدا وإيران تحت ذريعة طموحات إيران النووية فظلوين أخشون كل سنة طموحات إيران النووية وطبعا يجيبوهم حتى يعني لذر الرمادي في العيون يجيبوهم خبراء من إيران كان يشارك مثلا ضريف وبعض المسؤولين الإيرانيين على مرة السنوات الماضية السنة ما في لكن أكو مفارقتين أنا سجلتهم المفارقة الأولى أنه خارج الفندق جابوا معارضة إيرانية مشتتة ممزقة فشلت في تحقيق شيء خلال الأفضرابات الماضية باعتراف الغربيين الرسميين أنفسهم يعني الغربيين الآن والدليل هو الرسائل التي يوجهها الغربيون وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية إلى إيران للعودة إلى مائدة المفاوضات النووية وذاك اليوم بأيام المؤتمر كان وزير الخارجية الأمريكي أنتونيو بلينكين والمبعوث الأمريكي إلى القضية الإيرانية روبرت مالي يعتبر مسؤول الملف النووي المفاوضات اجتمعها في الدوحة مع المسؤولين القطريين وطلبوا قبلها كان المسؤولون القطريون وزير الخارجية زار إيران وبعدها زار الولايات المتحدة الأمريكية وبحثوا عودة إيران إلى المفاوضات النووية أقولوا في الساحة خارج الفندق جابوا معارضة منا ومنا وصلطوا عليها الأضواء وسائل الإعلام الغربية نفسها الفاشلة الفاشلة التي فشلت في الأضطرابات مثل إيران وغيرها وبيبيسي فارسي وغير بيبيسي فارسي ودويتش جافيلا ركزت لهم دويتش جافيلا أيضا هي المؤتمر أيضا في ألمانيا ودويتش جافيلا هنا لا نزال نراهن فإجابه على أساس قالوا الحمد لله نحن موجودين والنظام الجمهوري الإسلامي غير موجودة في المؤتمر بس المفارقة أنه قادت هذا المؤتمر تحدثوا في هذا المؤتمر تعقدوا بدعم تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا لكن في الخارج المتظاهرون ويقولون نحن نؤثر على الجمهور ونهتم بالجمهور لكن خارج الفندق كان الآلاف يتظاهرون لوقف هكذا يسمونه هذا الجنون يعني هذا الدعم المجنون ودعوا إلى التوقف عن تمويل الحرب في أوكرانيا متظاهرون أوروبيون في ألمانيا يعني يعرفون جيدا النتائج ستكون وتلحق الضرر بهم فأحبائي إذن هذا المنتدى في ميونيخ هو يركز على عبارة الأطلسي وعلى عبارة النيتو وعلى أفكار الأطلسي وعلى أفكار النيتو ويركز على التأثير على الجمهور لصالح أهداف النيتو العسكرية العدوانية وبما أنه نشأ في فترة الحرب الباردة وبما أن الاتحاد السوفيتي السابق نهار فيفترض بمثل هذه المؤتمرات إذا كانت جادة بأنها تريد تدعيم رأي الجمهور وثقافة الرأي العام في صناعة القرار السياسي عليهم إذن أن يطالبوا بعدم التدخل في سياسات الدول مثل إيران ومثل روسيا نفس روسيا ما أريد ما أريد أن أتحدث في تفاصيل مثل هذه المؤتمرات وتعرفون جيدا مثل هذه المؤتمرات هي نتاج لمراكز التفكير الكبرى التي تهيمن عليها مافيات محددة تقود العالم مافي المال مافي السلاح مثل في الولايات المتحدة الأمريكية الأيباك وغير الأيباك تعال بس شوف الشركاء والرعاة ومن موقع هذا المؤتمر شوف من اللي يدعم هذا المؤتمر شركاء برعاية يعني الفلوس اللي تقدم من وين يتم دعم مؤتمر ميونيخ للأمن من قبل مجموعة متنوعة من المؤسسات والهيئات والمنظمات انتبه نود أن نشكر حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية يعني الدولة على دعمها لمؤتمر ميونيخ للأمن كما نشعر بالامتنان لحكومة ولاية بافاريا لدعمها السخي هذه وحدة لا تعال شوف حجم المنظمات عدد المنظمات لو تجي وتذكر حتى على فكرة بعض مراكز التفكير العربية يعني في دول المنطقة هناك بعض مراكز التفكير أيضا باللغة العربية تقدم الدعم المالي السخي لهذا المؤتمر لأنها منخرطة في اتفاقات ما يسمى بالسلام مع الكيان الصهيوني ولأنها أيضا تريد إضعاف إيران وتعمله مع هذا الكيان الصهيوني ومع الدول التي ترعاه لإضعاف إيران ولترويج فكرة التطبيع مع الكيان الصهيوني شوف قائمة طويلة أتمنى من أخي المخرج ينزلها برول في الجرافيكس قائمة طويلة من هذه المنظمات وهذه الجماعات لسبونسرز يسموها The main sponsors الرئيسية وغير الرئيسية تعال شوف قائمة طويلة تكشف لك عن الأحداث الخبيثة التي تقف خلف تأسيس من مثل هذه المؤتمرات وهذه المنتديات وبالمناسبة بعضها يريد يعني قلدوا في بعض دول المنطقة في بعض دول المنطقة وحتى في العراق فعليك دائما أن تشوك من تشوف من مثل هذه المنتديات ماكوش يطلح بلاش فجأة على السطح لا لا هاي كلها منظمات ومؤسسات ممولة من أجهزة قلت لك لو تشوف بس الأسماء الرعاة الشركات الراعية ستكتشف حجم المؤامرة التي يراد تمريرها والدور الكبير الذي تلعبه من مثل هذه المؤتمرات لصالح دعاة الحروب والصقور الذين يروجون للحروب رغم أن هذه الحروب وخصوصا التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة النيتو كلها فاشلة طوال السنوات الماضية أصبحت عقدة شوفوا قضية فيتنام على سبيل المثال تسمى عد الأمريكان بمتلازمة فيتنام عقدة عقدة الفشل بعدين وراها فشل في دول أخرى في أمريكا اللاتينية بعدين الفشل في أفغانستان بعدين الفشل المستمر في العراق الفشل العسكري ونتائج هذا الفشل العسكري وعموما كل هذا الفشل مع كل ذلك تروج هذه المؤتمرات إلى قضية دعاة الحروب وإلا إيران أول الدول التي حاربت الأرهاب ودعمت الأمن والاستقرار في السلام إيران لا يمكن إنكار دورها في ترسيخ الأمن الأقليمي وهي واحدة من الدول القوية التي تساهم في تعزيز الأمن العالمي يقولون داعش كانت خطرا كبيرا يهدد العالم ومن الذي حارب داعش إيران القمة عقدت باسم الأمن لكنها لم تشمل دولا مهمة كما قلت لكم مثل إيران وروسيا هذا يعني أن المؤتمر وفر فرصة لأطراف وتيارات تسعى إلى ترسيخ النزعة الأحادية في المجتمع الدولي لأنهم لاحظوا هذه النزعة الأحادية بدأت تتفتت نحن الآن في عالم يتجه نحو تعددية الأقطاب وعندما يمنع الآخرون من التعبير عن وجهات نظرهم حول النظام الأمن في العالم فعليك أن تفهم ما هو خلف الستار وما هو يحشد ضد المنطقة يواني الله